مرحبا حضراتكم مرة اخرى في الزراعية مباشر بفكر حضراتكم ان احنا بنتواصل يوميا على الهواء مباشرة الارقام موجودة على الشاشة ايضا بنوفر في هذا التوقيت الرقم الخاص بالفاكس علشان لو في اي مشكلة المزارع يقدر يبعتها نقدر نتابعها معا معا اوراق او مستندات المطلوب ان احنا نعرضها على اي مسئول عندنا رقم الفاكس الخاص بالقناة هنكتب خاص ببرنامج الزراعية مباشر وتبعتونا اي مشكلة محتاجين ان احنا انتباعها لكم في بداية هذه الحلقة احنا بنتكلم على التعاون الزراعي وما على الهاتف مهندس عز العرب احمد سلامة رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي برحب بحضرتك الله بركيك يا فندم بشكرك على هذه المداخلة التعاون الزراعي حضرتك توليت المنصب دوما فترة واحنا كان لنا مداخلة معاك وعاوزين نعرف بقى الجديد يعني او نتكلم على الملف اللي المفروض ان في هذه الفترة بنتابعه بعد تحريك سعر الاسمدة المفروض انها تبقى متوفرة في الجماعيات دور التعاون في متابعة ملف الاسمدة داخل الجماعيات او التعاون الزراعي اولا بشكر سعادتك على سماحك الفرصة في هذه المداخلة واحب اوضح ان اهتمام الدولة باجهزتها المختلفة خاصة في معالي السيد وزير الزراعة ومعالي دولة رئيسة المزراء واجتماعات مستمرة في خدمة المزارع وتوفير مستجمات تنتابه وخاصة الاسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعة المبارح كان فيه اتماع باللجنة التنسيقية للاسمدة برئاس كتور عباس الشناوي رئيس القطاع واستعرضنا جميعا حقيقي موقف توريد المصانع للاسمدة والحمد لله بعد ارتفاع اصحار الاسمدة بدأت المصانع التضخ لكن كان قبل منها فيه فعلا فراغ بسيط فيه ارصدت الاسمدة بالجمعيات لكن في الاثناشر يوم اللي فاته والخمسة يوم اللي فاته بدأت في ضخ ان شاء الله وخلال اسبوعين او اسبوع قبل انتهاء الموسم الشكل بمراحل كبيرة او مدة كبيرة هكون كل الجمعيات الزراعية مضغطية بالاسمدة اللي محتاجها المزارع وبتتوزع بالافعار المحددة والمقرارات المحددة للزراعات المختلفة وحسب نوع المحصول تمام حضرتك النهاردة برضو فيه اندفاع قوي جدا 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 وانا بقناشر جميع الشعبيين والتعاونيين واصحاب التعاونيات الجامعات التعاونية والمزارعين بانهم يستغلوا فرصة النهاردة فيه وقوف الدولة بجميع الاجهزة بجانب الفلاح وتقويت وتطوير والمهضة بالجمعيات التعاونية الزراعية لاني انا بقال 32 سالة خدمة في العمل التعاوني كحكومي النهاردة لقيت فيه بجد تشجيع جدا من السادة المسؤولين والسيد معالي الوزير وزير الزراعة ولتطوير والمهضة بالتعاون الزراعي لمصلحة الفلاح والفلاح طيب فكرنا ايه كدولة علشان نطور التعاونيات احنا بنخطط ايه الفكر النهاردة الفكر اولا يبدأ من ان المزارع لابد وان ينتمي الى جمعيته ويعرف ان هذه الجمعية هي بيته لا دخل لأحد فيه بل الدولة بتقوم بتدعيمه بجميع الاجهزة الفنية والمالية والمصائح والارشاد وتوفير مسلمات الانتاج فلازم يستغل هذه الفرصة لان انا بجيلك بيتك وبقدم لك هذه الخدمة فاستغل هذه الخدمة طور معايا ما تقابش مكتوف الايدي ما تهربش مني ما تجريش مني برا بلدى بيتك وضب فيه صلح فيه ابن مغزن ابن جمعية طور ازرع اعمل مشروع فندم السيد الرئيس عدل بقانون التعاون الزراعي لقب 122 لسنة 80 من سنة 80 ما كانش حصل فيه تعديل من 1-200 لغات النهاردة اتعدل بالقانون 204 لسنة 2014 ودى حرية كاملة للجامعات التعاونية الزراعية انها تنشئ شركات وتنشئ مصالع بينها وبين بعضها او تشترك مع القطاع الخاص في انشاء مشروع في مشروع وشركات بما لا يفيد على 25% من رأس مال مشروع القطاع الخاص والقانون ده برضو حضرتك حافظ على الجامعية والقرار بتاعها ومجلس قدارتها مش هيكون هم مشاركين فيها كالقطاع خاص ولكن كمساهمة كل ده كتح مجالات كتيرة جدا انقلها بالتعاونيات في استغلال موارد مواردها وموارد اخرى لعمل التوازن الموجود في السوق المغاردة سعبتك النهاردة الجامعية التعاونية الزراعية اساس كل تقدم في اي قرية والمفروض انها تبقى مضارة موجودة في القرية المصرية بتقدم خدمة اقتصادية واكتماعية وثقافية للمزارع ارجو من الرجاع كل الرجاع ان المزارع والاخوة اعضاء مجالس قدارتها طب انا عايزة اسأل حضرك على جزئية مهمة او علشان الخدمة تتطور وطبعا يعني حضرتك النهاردة بتقول لي قانون 204 لسنة 2014 والسيد الرئيس بنفسه يعني قام باصدار القرار الجديد اه وتعديله وده كله مهم جدا لان احنا كنا بتتكلم ان الجماعية الزراعية مكبلة مش قادرة تتحرك بسبب القانون طب رؤساء الجماعات اللي موجودين هما يمتلكوا المهارة ان هما فعلا يقدروا يشتغلوا مع القانون الجديد ده والفكر الاستثماري والنشاط ده ولا احنا ينقصنا ايه داخل الجمعية تمام تمام سعادتك يمكن كان من ضمن التعديلات اللي حصلت في هذا القانون اني قال ان عضو مجالس قدارة يجيد القرارة والكتابة وده كانت مهمة جدا كان الاول ملم بالقرارة والكتابة المهار ده يجيد القرارة والكتابة وعندنا اعضاء مجالس قدارة ورؤوساء جمعيات عامة ورؤوساء جمعيات مركزية ومشتركة ومحليات في منتهى الوعي وعندهم حماس تعاويني جدا لكن النهاردة الحمد لله رب العالمين فيه دعم من الدولة والسيد معي الوزير الزراعة انا عايز اطلب من حضرتك طلب هستأذن حضرتك في طلب حضرتك اللي هتختار جمعية او اتنين واحنا هنيجي معاك ننزل نصورهم وهيبقى بالتنصيخ مش هتبقى مفاجأة ولا حاجة بس ننزل نشوف جمعية جديدة شكلها نوريها للناس وعلى المقابل الثاني انا هصور لحضرتك بعد الجمعيات هاعرضها ووريها لحضرتك ايه رأيك انا مستفق معاك تماما احنا في حالة النهاردة تطوير لازم التطوير يحصل كالان تطوير كمقر بناء وتطوير مالي موجود وتطوير وظيفي او اجهزة وظيفية موجود صح تمام انا موافق على كل ده المقر والمالي والاجهزة الوظيفية ده النهاردة كله بقرار مجالس ادارة والحمد لله رب العالمين النهاردة الجمعيات يا فندم مش بتقدمش خدمة ده بتقدم خدمة وبدأت النهاردة تغير رؤوس اموال وبدأت النهاردة بدأت تشتغل مع المزارع كأسرة وليس مزارع كفالأرض يعني أنا بقدم له النهاردة خدمات زراعية بحثة في توخير مستدامات انتاجه بقدم له تاني خدمات اجتماعية لأسرته من خلال مشروعات معينة ومن خلال توفيض سلع معينة محتاجوا كأسرة وبياخدها بالتقسيط او بياخدها بالتراح ما هدي بقى المشكلة اللي الفلاحين قالوها قال لنا النهاردة المفروض بدل ما روح الاقي مبيد في الجمعية لقيتهم معلنين عن اجهزة بالتقسيط انا يا جماعة عايز اشتري مبيد يكون امن انا بسق في الحاجة اللي وزارة الزراعة بتبعها ليه بيقولوا كده انا مش عايز اشتري للتلفزيون ولا غسالة انا عايزك تديني مستلزمات انتاج اصق فيها واستخدمها في ارضي في جمعيات من خشها ما بنلاقيش فيها مبيديات خالص اه ماشي انا انا باتكلم بقول للمزارعين الجمعية التعاونية الزراعية اسمها جمعية مزارعية متعددة الاغراض بالقرية بمعنى انها بتشتغل في جميع ما يخص المزارع انا بقول لساعدتك احنا في محافظة اللي اللي فيها عندنا جمعية فيها مركز سلطين الاصرة موجود اه وبتشرف عليه وزارة الصحة والادارة الصحية اه فيها عندنا جمعيات فيها مكتبات ثقافية ده لنا اقصده بقى ده لنا اقصده فيه انشطة كتيرة جدا بتضم او بتتوفر للفلاح واسرته لكن النشاط الاساسي اللي احنا المفروض نبقى شطار فيه قوي الزراع بيحس ان هي دورها تقلص بيقول لي انا بروح اخد شكارة الاسمدة لو لقيتها تمام ساعدتك انا النهاردة بنعمل بنطور التسويق الزراعي او تسويق المنتجات الزراعية بالجمعيات الزراعية اللي تقوم بدورها الحقيقي ان انا باخد من المزارع المحصول بتاعه وسوأه تعاونيا للشركات او للاجهات الحكومية نميل جدا انا عايز بقى ااخد النموذج ده حضرتك ترشح لنا جمعية وتبقى متواجد معنا وننزل نصور عشان نوري الناس التعاونيات شكلها ايه واللي عاوز يقلدنا او ياخد مننا نموذج نتابع معا نتابع معا مع سيد الوزير المعارضة ومعالي السيد الدكتور احمد ابن الوزيد والمعارضة والدكتور عباش الناوي في اتماع المعارضة عشان نحط خطة تسويقية للقام حتشارك فيها جميع التعاونيات يريت طبعا يريت وروح التعاون وروح ان انا احافظ على المزارع وبعد حلقة التاجر وحلقة الوسيط وفي نفس الوقت اكون اقمن على المزارع من اي جهة يا مش مهندس حضرتك في بداية المداخلة قلت لي حضرتك ربنا اديك الصحة بقى لك 32 سنة في التعاون الزراع فعاوزين نستفيد من الخبرة دي ان احنا ندي للفلاح او او مش للفلاح لرؤساء مجلس الجمعيات دفعة كده ان هما يبقى عندون نشاط وحيوية ونوريهم النمازج المشرفة ونعرفهم الخطوات علشان يبقى دا نموذج بننفزه تمام؟ ان شاء الله انا من يوم الخميس انا لسه مسك الابرة المركزية للتعاون ايوه وزراعة المستوى الجمهورية الحمد لله في المزارة وان شاء الله طقتي وطموحي ربنا اوفاك وانا بقول لأعضاء مجال في المزارة وقول لرؤساء الجمعيات احنا كحكومة ليست سيفة مسلطا عليكم ولكن بنشارفكم القرار السليم لصالح مصر ونقف وقفة النهاردة تعاونية والتعاون هو ابارة عن جماعة اسمها جماعة نقف وقفة جماعة في صالح المزارة البسيط والمزارة المصري في الانتاج والتفليط بشكر حضرتك وبالتوفيق فاندي من مهندس عز العرب احمد سلامة رئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعي ترجمة نانسي قنقر